هل يذهب الجنوب من عهدة الإمارات إلى عهدة السعودية؟ هذا ما تدلل عليه التطورات المتسارعة في عدن والتي أدت إلى خروج السلطة المباشرة على المناطق الجنوبية من يد الإمارات نتيجة الضغوطات الرسمية والشعبية المعادية لأبوظبي والمطالبة بإنهاء دورها في التحالف فمع كل انسحاب عسكري للقوات الإماراتية تحل كبديل لها قوات سعودية وفق مراقبين فإن الرياض تتوسع في اليمن تحت مبرر ملء الفراغ ويضفي حوار جدة المشروعية السياسية على هذا التوسع العسكري السعودي بعض مسؤولية شرعية لديهم شكوك من التواجد السعودي وأكدوا لوكالة أسوشوتا دي بريس أن المملكة عملت على زيادة وجودها العسكري في جنوب اليمن مستثمرة التخوفات اليمنية من التواجد الإماراتي الوكالة الأمريكية نقلت عن هؤلاء المسؤولين هبوط 15 طائرة عسكرية سعودية في عدن وحدثت عملية الهبوط الجوي لتلك الطائرات بالتزامن مع وصول قوات برية إلى محافظات شبوة وحضر موت بالنظر لظاهر المشهد فإن التحركات العسكرية السعودية تفسر بأنها ضمن تهيئة الملعب السياسي في عدن والجنوب لتأمين تنفيذ اتفاق جدة لكن محللين ومعارضين للدور السعودي يجدون فيه مقدمة لنفوذ سعودي عسكري قادم خصوصا وأن القوى الفاعلة في بعض المناطق الجنوبية مثل المهرة ترى في النفوذ السعودي دورا احتلاليا حيث أغلقت قبائل المهرة مقر المجلس الانتقالي احتجاجا على الوصاية السعودية على منفذ شحن ومع ذلك فإن الأيام القادمة ستفصح عن طبيعة الدور السعودي هل هو مساعد للشرعية في بسط نفوذها أم استكمال لتقويضها